السلام عليكم في الدرس الليفات خذينا طريقة عمل القسمة وباقي القسمة وسمينا باقي القسمة موديلس وهذا Divide ورأينا أن هذه تطبيقاتها على الأرقام الصحيحة ورأينا كيف أن عملية القسمة إذا كان معاملاتها أرقام عشرية تعطينا نتيجة عشرية لكن بالوضع مثل ما هو الآن X نوعها إنتجر لو أعطيناها إنتجر والأثنين عبارة إنتجر الناس يكون إنتجر ويعطينا القسمة الصحيحة ورأينا كيف أنه ممكن نجعل البرنامج يعمل على أي رقم فقط بتغيير X عن طريق إدخال متغير ثمينا X نوع إنتجر حتى يقبل الأرقام الصحيحة فتضبط معانا القسمة الصحيحة وطلبنا من المستخدم أن يدخل الرقم حتى لا يظل يعني ينظر للشاشة بانتظر عبارة لأنه معلق البرنامج يعني هذي ك user friendly وبعدين CN وطبعا الكمبيوتر رح يطبع هذا على طول وينتظر أول ما يشوف CNX رح ينتظر المستخدم يدخله من خلال standard input اللي هو الكيبورد فيدخل القيمة بالX يستخدم الX هنا لطبعتها الشاشة يكتب divide by 2 يساوي ويستخدم الX مرة ثانية هنا ويقسمها لأثنين ويطلع الناتج نلاحظ أنه ما طبع لنا على الشاشة X تقسيم 2 لكن طبع لنا نتيجتها لأنها برا القوتيشن نفس الشيء هنا remainder is وعطاننا الناتج اليوم إن شاء الله رح ناخذ كيف C++ يتعامل مع معادلات حسابية معادلات حسابية وكيف نحولها إلى أرقام أو معادلات يمكن أن يفهمها الكمبيوتر فهذه معادلة جهز لكم يا هني وجدتها بالإنترنت لو كان عندي X زائد 2 تقسيم 3 زائد 2X ناقص 12 كل هذا داخل قوس ناقص 1 كل هذا تقسيم 3 يساوي 1 ننسى الواحد الحين يساوي الواحد نخلي الكمبيوتر يحسب لنا هذه الطرف الأيسر لأي X ندخلها فهذه X دخلناها كهي جاهزة X دخلناها please enter number دخلنا عرفنا X هنا ودخلنا وبعدين نبي يعطينا C out هذا كل ينشيل يعطينا C out نتيجة نتيجة المعادلة هذه فيما لو عوضت بX بالرقم لدخل الوزر فلو الوزر دخل X بصفر مثلا فتصير نحط هنا صفر ثلاثة على أربعة يعني ثلاثة أربعة زائد هنا ناقص 12 ناقص 1 ناقص 13 على ثلاثة يجمعهم مع بعض يعطينا الناتج جم يطبع لياه أبي الكمبيوتر سوي الشيء هذا نزين فنعوض بقيمة AX هنا طيب السؤال اللي طرح نفسه شلون نخلي الكمبيوتر يعني يدخل معادلة أو يحسب لمعادلة فيها باست ومقام وفيها يتعامل معها كالآتي X زائد ثلاثة نجمعهم في قوس فنحط هنا X زائد ثلاثة هذا كله نقسم على أربعة فنحن هذه هذه تمثل الجزء الأولان X زائد ثلاثة X زائد ثلاثة البسط نقسم كله وهذا البسط كله ربط بأقواس صجنا المعادلة ما كان فيها أقواس هنا مثل أني لو ما حطيت أقواس لو شلت أقواس هذه القسمة أقوى من الجم ماشي فهذه قاعدة يسوي القسمة قبل فكأني سويت X زائد ثلاثة أربعة والأصل لا X زائد ثلاثة كله على أربعة برياضيات نحن ضمنيا نسوي هذا الشي لكن لكن بالحاسب الآلي ما يدرب شون قصدي فإذا أنا عرفت أن القسمة والضرب أقوى من الجم والطرح يعني ينفذون قبل فأنا أحتاج أن أربط هم بقوس لأن الأقواس أقوى من هذا كله الأقواس تفرض علي أولوية precedence فالحين أحط الجم بدون لا أكون خايف لأن الجم أضعف فما رح سوي الجم قبل القسمة فرح يقسم هذا البسط المقام أول بعدين سوي الجم لأن عندي جم هنا بعدين خلي يقسم ها البسط كله تقسيم ثلاثة فأحتاج أفتح قوس ويقول هذا كله تقسيم ثلاثة ماشي البسط كله تقسيم ثلاثة وأكون خلاص أحين أدخل في البسط أفتحها واحدة واحدة عندي أثنين أكس ما يصلح أكتب أثنين أكس بالشكل هذا ما يفهم الكبيوتر لكن يفهم أثنين ضرب الضرب هنا عبارة عن النجمة هذه فوق الرقم ثمانية أثنين ستار أكس اللي هي أثنين ضرب أكس بعدين ناقص بعدين شنو عندي 12 طيب ما أحتاج أربط هذين البقواس لأن الضرب أقوى الأكس ضرب الثنين هذه أقوى فما أحتاج تربطها بقواس لكن راح أحتاج أربط ناقص واحد بقواس الحين لأن إذا حطيت ناقص واحد الحين ما راح تصلح لأن هني أبي أعطي أولوية للمجموعة هذه فراح أربطها بقواس ثاني بالشكل هذا وحط هني طيب في البرنامج لما نفتح قواس ويسكر لي عشان بس يذكر ني إنه هذا مع هذا عشان بس ما ما يكون فاتح قواس أكثر من يسكر ها فصارت بالشكل هذا نسيت شي واحد اللي هو فاصل وقوط فهني أكون أتميت البرنامج أسوي لكمبايل والحين ندخل لأحنا قلنا صفر أعطاني ناقص أربعة السبب إنه أعطاني أرقام صحيحة لأن القسمة صحيحة هني القسمة صحيحة لو حابها بكسور أحول واحد منهم على أقل هني كسر وحول واحد من هني يكسر فتصير بالكسور فهني أقول لكمبايل ران أعطي صفر أعطاني ناقص بدل أربعة ناقص ثلاثة فاصلة خمسة ثمانية ثلاثة ثلاثة الآن اللي يحل المعادلة يلقى إنه لو أكسب خمسة لو أكسب خمسة الطرف الأيسر راح يساوي الطرف الأيمن مما يعني إنه يساوي واحد خلنشوف لو حطيت هني كومبايل وحطيت هني أكسب خمسة أعطاني واحد معناته إنه صح هذا اللي حلوها بطريقة فك المعادلة وطلعوا الأكسب جهة والأرقام بجهة ثانية فإحنا بالتعويض عرفنا متة تساوي الواحد عوضنا أكسب خمسة فأثبتناها إنها تساوي واحد هذا يعني تطبيق السريع أحنا في مرحلة متقدمة ممكن أحنا نحل المسألة من غير ما أحنا نفككها بالشكل هذا ممكن نعوض مثلا من ناقص يعني إذا كان عندنا الكمبيوتر power إذا معادلة محنا عارفين نفككها ولا نحلها نعوض مثلا من ناقص رقم كبير إلى زائد رقم كبير ونمشي بالتدريج لغاية ما نلقى متى تحقق المعادلة لكن أعيد ونلخص اللي قلنا في أولويات في شي اسمه presidency الجمع والطرح أضعف من الضرب والقسمة الضرب والقسمة يأتون في نفس المرتبة إذا حاب أن أنا أفرض ترتيب معين للحساب أحط أقواس أقواس أقوى من أي شي تاني في المعادلات الموديلس نفس مرتبتها مرتبة القسمة والضرب فما حاطي هذا الشي الطريقة تقسيم البسط والمقام شيء أساسي بدون الأقواس هذه ممكن يقسم الثلاثة على الأربعة فهذا باختصار طريقة عمل التعامل مع المعادلات الرياضية في لغة سي ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم مع بعض التمارين الإضافية ترجمة نانسي قنقر